قبل حوالي 1300 عام بزغ نور مدينة السلام فأشع على الأرض علماً وأدباً وفنوناً بغداد التي بناها الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور واستقر بها لتكون عاصمة الدنيا وأكثر مدن العالم غناً وحضارة موطن العلماء والفقهاء وقبلة الأدباء والشعراء ومدار الطب والفلك إلى أن جاءت ذبحتها الأولى على يد التتار فتحول الغناء إلى رثاء والرخاء إلى شقاء لكنها ثارت من تحت الركام تستجمع قواها فعادت تنافع عن مركزها وتزاحم المدن معتزة بتراثها حتى جاءت الذبحة الثانية بالغزو الأمريكي وتسلط عليها من لا يفقه رمزيتها ولا يتورع عن القضاء على تراثها طوال ثمانية عشر عاماً مضت انهارت معظم مقومات الحياة فيها وتراجعت خدماتها وبناها التحتية وتفشى الفقر وانتشرت العشوائيات وكأنها مدينة لاجئين أقاموا على عجل حتى باتت من أسوأ مدن العالم من الناحية المعيشية والأمنية فأصبحت بغداد تتصدر عنوين الصحف والمجلات لكن في الحديث عن الانهيار الحضاري والتدهور المالي والبطالة المنتشرة في صفوف الخريجين وعمليات القتل والجريمة المنظمة كل ذلك تدعيات منظومة حكم فاسدة بنهجها الطائفي وميليشيات تنتشر في أحياء المدينة تبث الرعب والإرهاب وأخطر من ذلك السعي الحثيث لتغير تركيبتها الديمغرافية والعبث بمعالمها وتمزيق نسيجها الاجتماعي وللمفارقة بين حاضرها وماضيها فإن نسبة الأمية ازدادت فيها فلا مدارس كافية ولا لوازم تعليمية متوفرة جسورها التي كانت محطة لتأمل نهر دجلة أصبحت ملجأ المقبلين على الانتحار وكفى بذلك شرحا لكمية اليأس الذي وصل إليه سكانها بغداد اليوم وطن في غربة وغربة في وطن يغلب على جوها العام لإيقاع الحزين وكأن الطياف أبو جعفر المنصور تتجول في أزقتها معزية تقول سلاما يا مدينة السلام